اوكي لاتس جو اشترك في القناة وليك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة من غرية اخير خلاني نبدأ ونشوف مواصفات الفيفو في 40 برو نبدأ مع بعض باستعراض محتوى صندوق الجهاز طبعا عندنا الجهاز كتابات التعليمات دبوس الشريحة عندنا كفر شفاف بالاضافة لشاحن بقوة 80 واط بالاضافة لكابل الشحن نجي بعد كده لاستعراض المواصفات الرئيسية للجهاز الجهاز بيجيب وزنة 192 جرام وبسمك 7.6 ملة اطار من البلاستيك وضهر من الزجاج ومن الامام عندنا الشاشة الاموليد اللي بتجيب مقاس 6.78 من مية بوصة بتردد 120 هرتز بدقة 1.5 كو بعد 29 وكسفت بيكسلات 453 بيكسل في كل بوصة وبتستحوز على نسبة 91% من وجهة الجهاز الامامية بتدعم الـ HDR 10 بلس وبتدعم لحد 1 مليار لون وبستعبوصة لـ 4500 نتس شاشة ممتازة زواء الرؤية والتشبع والألوان الممتازين مش هتلاحظ معي مشاكل جايز بيجيب أندوريد 14 وجهة فانتتش 14 والشركة وعدت بتلت سنين تحدثات نظام واربع سنين تحدثات أمنية مع معالج ميديا تيج دايمنسيتي 9200 بلس معالج بدقة تصنيع 4 نانوميتر بتردد بوصة لـ 3.35 من 100 جيجا هرتز معالج قوي جدا مش هتلاحظ معه مشاكل في الأداء التنقل وتصفح بين التطبيقات حتى في أقوى الألعاب هيقد بشكل ممتاز المعالج حقق على منصة أنتوتو أكتر من مليون ونص نقطة رقم يعتبر ممتاز مقررة بسعر الجهاز الجهاز بيجي بعدة نسخ من الرام والتخزين نسخة 8 مع 256 ونسخة 12 جيجا رام مع 512 جيجا ذاكرة تخزين الرامات من نوع LPDDR5X 5X وذاكرة التخزين UFS 3.1 بالنسبة لكاميرا الجهاز الجهاز بيجي بكاميرا خلفية ب3 عدسات الأساسية 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.9 بترعم تثبيت الصورة البصر كاميرا الثانية 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.9 تلي فوتو وبترعم 2X Optical Zoom وبترعم خاصية تثبيت الصورة البصر كاميرا الثالثة 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.0 الترويد العدسات طبعا بالتعاون مع شركة ZEISS وعندنا رينج LED Flash الأرورا لايت الخاص بشركة Vivo موجود أسفل الكاميرات كاميرا بتصور فيديوهات فور كيب 30 إطار و1080-60 إطار كاميرا السيلفة أيضا 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.0 بتصور فيديوهات فور كيب 30 إطار و1080-60 إطار طبعا عندنا كده أربع كاميرات بدقة 50 ميجا بيكسل على هذا الهاتف جهاز بيجيب سماعتين استيريو ولا يدعم منفذ 3.5 ميلي الخاص بسماعات الأزن جهاز بيدعم قومة الماء والغبار IP68 ودعم الشريحتين 5G ولا يدعم تركيب كارت الزاكرة خارج Wi-Fi 7 بلاتوز 5.3 وJPS مزدوج ودعم الخاصية NFC بصمة الجهاز بدماءة في الشاشة من نوع ابتكال سرع ممتازة مش هتلاحظ معها أي مشاكل ودعم الميزة التعرف على الواجهة باستخدام الكاميرا الأمامية بالنسبة لبطارية الجهاز الجهاز بيجيب بطارية 5500 ميلا أمبير بترعم الشحن السريع 80 واط سعر الجهاز بيبدأ من 600 دولار لأقل نسخة تكن استعراض سريع الجهاز Vivo V40 Pro أتمنى في أن أربيكم الفيديو عجبكم لو عليك أي سؤال سوف خناه التعليقات في النماستشتر اشترك في القناة وليك للفيديو أشوفك على أخير الفيديو الجاي سلام اشترك في القناة